السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأخبار مدوية مساء اليوم ونبدأ بالعناوين مباشرة مواعيد مباريات اليوم الجمعة 1 من نوفمبر 24 والقنوات الناقلة ترتيب جدول الدور المصري حتى الآن ومحمد عادل حكما لمباراة الزمالك والبنك الاهلي وموعد المباراة والقنوات الناقلة ومحمد صلاح وخطوة جديدة في ليفربول في البداية لا ننسى نعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة تقام اليوم العديد من المباريات الهمة وتستكمل مواجهات الجولة الأولى في الدور المصري الممتاز بجانب العديد من المباريات الهمة على مستوى العالم نستعرضها معكم مباريات اليوم في الدور المصري بيرامتس مع بيترو جد الساعة 5 مساء عبر قناة On Time Sport فاركو مع الاتحاد السكندري الساعة 5 مساء أيضا عبر قناة On Time Sport 2 الزمالك مع البنك الأهلي الساعة 8 مساء عبر قناة On Time Sport مواعيد مباريات اليوم الجمعة في الدور السعودي الخليج مع الرائد الساعة 4.5 عصرا عبر السعودية الرياضية ضمك مع الرياض الساعة 5 وربع مساء عبر قناة السعودية الرياضية النصر والهلال في قمة رائعة ومباراة قوية الساعة 8 مساء وتبس عبر السعودية الرياضية مواعيد مباريات اليوم في الدور الفرنسي موناكو مع أنجيه وتقام المباراة الساعة 8 مساء عبر قناة BN Sport HD وليل وليون الساعة 10 مساء عبر قناة BN Sport مواعيد اليوم الجمعة مباريات في الدور الألماني بايرن ليفريكوزون ضد شتونجارت وتقام الساعة 9.5 مساء عبر قناة BN Sport المشفرة مواعيد المباريات اليوم في الدور الأسباني ألافيس ضد ريال مايوركا الساعة 10 مساء مواعيد المباريات اليوم في دور البطولة الإنجليزية لوتون تاون ضد ويست بروميتش وتقام الساعة 10 مساء أيضا هناك بعض المباريات في الدور القطري الشمال مع الدحيل الساعة 4.5 الوكرة مع أم صلال الساعة 6.5 الأهلي مع الشحانية الساعة 6.5 في الدور الإماراتي كلباء ضد العروبة الساعة 3 عصرا النصر مع الوحدة الساعة 5.5 مساء هذه بعض المباريات على مستوى العالم وندخل على الدور المصري وترتيب جدول الدور المصري في الجولة الأولى التي لم تستكمل حتى الآن حيث تستكمل مبارياتها اليوم وغدا اليوم مباراة الزمالك والبنك الأهلي وغدا الأهلي وسيراميكا كيلو بطرا سموحها في المركز الأول بتلت نقاط والمصري 3 نقاط كل فريق له نقطة من امبي والجونة وزد ومودرن سبورت وهذا هو ترتيب جدول الدور المصري حتى الآن من هو حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي اليوم حيث أعلن الاتحاد المصري عن طاقم حكام مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الجولة الأولى جاء طاقم التحكيم محمد عادل حكم ساحة هاني عبد الفتاح وخالد حسين مساعدان ومحمد العجباني حكم رابع ومحمد سلام على تقنية الفيديو ومساعده أسامة محمد هذا وقد أدار محمد عادل للزمالك أربع مباراة في الموسم الماضي ثالثها كانت أمام البنك الأهلي نفسه في شهر مايو الماضي وفاز فريق الزمالك بهدف دون رد حيث احتسب محمد عادل ركلت جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول لأحمد سيد زيزو أما بقية المباراة الأربع فقد خسر الأولى أمام إنبي وتعادل في الثانية سلبيا مع الإسماعيلي وفي المباراة الرابعة تعادل فريق الأبيض مع برامجزي بهدف لكل فريق ولكن ما هو موعد مباراة اليوم بين الزمالك والبنك الأهلي في الدور الممتاز بعد تغيير التوقيت الشتوي حيث تقام المباراة اليوم في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة 9 بتوقيت المملكة العربية السعودية وتزاع عبر قناة أون تايم سبورت المباراة الساعة 8 بتوقيت القاهرة 9 بتوقيت السعودية كل التوفيق إن شاء الله في هذه المباريات القوية محمد صلاح وليفربول وقد أكدت تقارير صحفية أن نادي ليفربول الإنجليزي بدأ التحرك في مفاوضات للتعاقد مع عمر مرموش لاعب انترلاخت فرانكفورت الألماني وتم تحديد عمر مرموش كواحد من أبرز أهداف هجوم ليفربول بعد تألقه مع فرانكفورت في الموسم الحالي وانضم عمر مرموش إلى اندرلاختة في صفقة انتقال مجانية في مايو 2023 وسجل 12 هدفا وساهم في 6 تمريرات حاسمة في الدوري في الموسم الماضي وفي الموسم الحالي سجل 9 أهداف وساهم بأربع تمريرات حاسمة في الدوري ليصبح محل اهتمام لعديد من الأندية وأبرزهم ليفربول الإنجليزي وبحسب بعض القنوات الألمانية تواصل مسؤول ليفربول مع وكلاء عمر مرموش لإبلاغهم باهتمامهم وكان مرموش على رادار ليفربول طوال فترة الانتقالات الصيفية لكن النادي الإنجليزي قرر عدم تقديم عرض في ذلك الوقت باعتبار الفريق يملك هجوما جيدا والآن مع وجود احتمالية لعدم تمديد عقد محمد صلاحة في نهاية هذا الموسم فإن ليفربول يفكر بقوة في تقديم عرض لعمر مرموش تقدر قيمة عمر مرموش حاليا بحوالي 50 مليون يورو إلى 60 مليون يورو من قبل انترلاخت ومن المرجح أن يرتفع هذا الرقم بشكل كبير إذا استمر في هذا الأداء المميز وينتهي عقد عمر مرموش الحالي مع فرانك فورت في صيف 27 فيما ينتهي عقد محمد صلاح بنهاية الموسم الجاري وبدأ أن صلاح أخذ هذا الموسم سيكون هو الأخير مع ليفربول في حديثه بعد الفوز على غريمه اللدود منشستر يونيتد في سبتمبر الماضي موضحا أن النادي لم يبدأ معه أي مفاوضات ورفض المدرب مدرب ليفربول مرارا وتكرارا التساؤلات حول مستقبل محمد صلاح وقال في وقت سابق من هذا الشهر نفس السؤال نفس الإجابة ستكون هناك دائما محادثات حول لاعبين وهو أمر جيد لأنه يعني أنهم سيؤدون بشكل جيد حقا لكني لا يمكنني أن أخبرك بأي شيء عن ذلك من المعروف أن محمد صلاح نجم نجوم ليفربول حتى الآن قل التوفيق إن شاء الله وفي النهاية أشكركم وتحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونتمنى التوفيق إن شاء الله للنادي الأهل في مباراته غدا بإذن الله أمام سيراميكا كيلو بطراء في بطولة الدور المصري في أولى جولات الدور ترجمة نانسي قنقر